دولة شريعة أم دولة لبرالية؟ هذا السؤال الذي يثار في إسرائيل في الأيام الأخيرة ولسيما بعد تصريحات النائب بيتسل إيل سموتريتش من حزب اتحاد اليمين الذي رأى بأنه يجب أن تأخذ الشريعة اليهودية حيزا أكبر في القانون الإسرائيلي تأكل ثقة الجمهور في الجهاز القضائي انعكسوا بصورة مواضحة في استطاعات الرأي في السنوات الأخيرة مواقف النائب سموتريتش ليست جديدة ولكنها اكتسبت زخما أكبر بعد أن طالب بإسناد الحقيبة له في إعقاب إقالة وزيرة العدل مطالبات اعتبرها رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكدور لبرمن دليلا على أن الدولة تذهب باتجاه دولة تيوقراطية أقوله واضحة هذه دولة شريعة بأوضح تجلياتها وهذا ما نريد منعه أعضاء الاتلاف يمكنهم أن يحلموا في أن يدعم حزب إسرائيل بيتنا إعادة الوضع إلى السلف القديم مقربون من رئيس حكومة تسيير الأعمال بن يمين نتنياهو استبعدوا إسناد حقيبة العدل إلى الحزب اتحاد اليمين ولكن في ذات الوقت ثارت انتقادات بسبب توليه بالوكالة هذه الحقيبة بينما يواجه تهما بالفساد أقول لنتنياهو إذا أدانوك في التهم المنسوبة إليك فصدقني أنت لا تريد أن يقاضوك حسب قانون التوراة مطالبات سموتريتش بتولي منصب وزير العدل وتأثير الأحزاب الأرثودوكسية في الحكومة جعل أحزابا من اليمين العلماني واليسار تحذر من مغبة الانزلاق إلى دولة شريعة والابتعاد عن مبادئ الليبرالية يحيى قاسم الحرة القدس